عندنا أسماء لله لا يمكن أن يسمى بها أحد إطلاقاً فهذه أسماء مختصة بالله مثل الله ورب العالمين والرحمن ما يمكن أن يسمى بها أحد وعندنا أسماء غير مختصة بالله يصح أن يسمى بها أحد بشرط أن لا ننوي له الصفة التي لا تكون إلا لله مثاله ذق إنك أنت العزيز الكريم يصح؟ يصح ليس بعزيز ولا بكريم أصلاً قالت امرأة العزيز هذا عزيز مصر وأي عزة يا رجل؟ نعم مفهوم؟ أي نعم إذن أسماء الله تنقسم إلى قسمين أسماء مختصة بالله ما يسمى بها أحد مثل الله ورب العالمين والرحمة وعندنا أسماء غير مختصة يصح التسمي بها على أنها أسماء أعلام محظة لأنه قد تسمي إنسان صالح وقد يكون طالح لا أشكال في الإسم تسميه عزيز وهو ليس بعزيز لكن إن قصد بهذا الإسم العزيز المعنى الذي لا يكون إلا لله منعنا من التسمي كذلك نعم